توقعات متفائلة بإنجاز اتفاق شامل لحل الأزمة والحرب في اليمن يمضي ثالث مبعوث أممي يشغل هذا المنصب خلال ثمان سنوات من عمر الأزمة اليمنية قدما في مساعيه لإعادة إحياء اتفاق الكويت أو ما يشبه هذا الاتفاق وسط إشارة إيجابية بشأن إمكانية نجاح هذا المسعى تصدر عن أكثر من مصدر دبلوماسي السفير الروسي لدى اليمن فليدمرد ديوشكين أكد في تصريحات صحفية أن المبعوث الأممي مارتين غريفث أظهر سعيا جديا إلى تحقيق تسوية للأزمة اليمنية في أسرع وقت ممكن خدمة لمصالح جميع الأطراف المعنية وذلك استنادا إلى لقاء أجراه مؤخرا في الرياض مع غريفث المبعوث الأممي أحاط زيارته إلى صنعاء والتي انتهت أواخر مارس الماضي واستمرت لأكثر من أسبوع بقدر من التكتم لكنه حارص وفقا لما نقل عنه على التمسك بمرجعيات الحل موقف كهذا كان محل ارتياح وإشادة من جانب الحكومة الشرعية ممثلة في نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي الذي التقى لثنين في جنيف المبعوث الأممي مارتين غريفث وبحث معه تلك الزيارة ولقاءاته التي عقدها وزيارته القادمة إلى عدن وبرنامج تحركاته قبل ذهابه إلى نيويورك لتقديم إحاطته الأولى لمجلس الأمن في السابع عشر من شهر إبريل الجاري الوزير المخلافي أكد أن السلام في اليمن هو هدف الحكومة اليمنية والأمم المتحدة وهو ممكن إذا جرى الالتزام بمرجعيات الحل التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة وتم البناء على ما تحقق في الكويت ونفذت مجموعة من الخطوات الأساسية لبناء ثقة وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا النبرة المتفائلة بشأن تقدم متوقع قد يحرزه المبعوث الأممي جاءت من موسكو في دلالة على الدعم الاستثنائي الذي يحظى به المبعوث الجديد وعلى السمرار الأرضية الصلبة من التوافق الدولي حول الأزمة اليمنية